مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب أحاديثاً تهوز الروح شوقاً ويغسل غيثها أثر الدنوب ويغسل غيثها أثر الدنوب بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشان السكينة والسناء أحاديث بها الأرواح تحيا تسبح في شروق أو غروبي مع المطلق نسافر بالقلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حياكم الله أبنائي في هذا المجلس المبارك وحيا الله إخواننا مشاهدي قناة المجد الفضائية اليوم نتحدث عن آداب العطاس والتثاؤب والنعاس هذه عوارض تعرض على الإنسان يعرض عليه العطاس والعطاس رحمة من الله وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويشره التثاؤب يحب العطاس والعطاس فيه منفعة للرأس ولمجاريه فإذا عطس الإنسان فإن ذلك يخرج منه أشياء لو بقيت تضر والنبي صلى الله عليه وسلم نعم والنبي صلى الله عليه وسلم له هدي في العطاس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس قطى وجهه بيده رجل واحد أو بثوبه وغضى بها صوته بعض الناس الآن إذا عطس ما يغطى يعني لو كان مزجوم ينشره في المجلس كله لكنه لو غطى بثوبه أو بيده ما ينتشر ما ينتشر الجلس فهمت؟ ولذلك بعض الناس الآن يأتي للمسجد في الشتاء في أول الشتاء وهو عاطس وما يخرج من مسجد الذي قد أعدى الآخرين لأنه لا يغطي أنفه ولا يجلس في بيته أصلا إذا صار الإنسان مصاب بذلك محادة جلوسه في بيته أفضل من ذهبه للمسجد لأنه يعد الناس هذه أمراض معدية بأمر الله تعالى وحسبنا من هذا الحديث الذي رواه أبو هورير رضي الله عنه الذي فيه كان إذا عطس قط وجهه بيده والمقصود بالوجه الأنف لأن الخارج يخرج من من الأنف وغضى بها صوته بعض الناس يدفع البلاء يرفع صوته سواء بالعطاس أو بالتثاب وهذا ليس من هدي الإسلام حتى لو كان عنده واحد نايم ينزعج يوقظه ويلفت نظر الناس في المجلس كلهم وأيضا يتعب إذا ترى إذا رفع صوته تتعب الأشياء في رأسه حروق رأسه الشيخ هذا يبدو هذا طبيعي يعني لبعض الناس إندي جد نفسه يعني إذا أتى شيء يعني بصوتي يعني آلية جدا إذا كان طبيعي شمي يا أخي إذا كان طبيعي فهو معذول لكن أغلب الناس يتطبع وليس بطبيعي يحب يلفت مع أنه لو سكت هدى ما حد فإذا كان هذا متكلف فهو ملوم يلام عليه لماذا؟ لأنه لم يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وأيضا الذي يعطس لا يلوي عنقه لأن بعض الناس اللاجئة يعطس الآن يقول سداء هذا يضربه ربما يأتيه العصب السابع في وجهه ربما يتضرب وهذه كلها فوائد صحية ينبغي لمسلم أن يأخذها ثم إذا عطس يحمد الله تعالى يحمد الحمد لله رب العالمين لأنها نعمة العطاس نعمة تستحق الشكر ومن الشكر الحمد لله رب العالمين طيب إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول سامعة يرحمك الله يرحمك الله طيب فإذا قال سامعوا يرحمك الله ماذا يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم شف هذه نعمة أولا حمد الله عليها وخففت آلام رأسه ثاني ما بس شمته أخوه وحق المسلم على المسلم إذا عطس فشمته ثالث رابعا هو يدعو لمن شمته هو يدعو لمن شمته روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له يرحمك الله وليقل هو يغفر الله لكم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من عنده يرحمك الله ويرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم وعن رفاع ابن رافع قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعه ولم يقل فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى هذا في الصلاة عطس ثم قال هذا في الصلاة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم والتفت على الناس قال رسول صلى الله أيكم القائل قال رفاعه أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملشا يبتدرونها أيهم يكتبوها أول ليه لأن فيها ثناء ومدح لرب العالمين هذا هذا عن العطس ماذا عن التثاؤب التثاؤب هذه من الشيطان التثاؤب من الشيطان أنا كنت أريد أن أقول يا معالي شيخ لو أنه أكثر من العطس هذا إذا أكثر من العطس يصبح مرض ولذلك يدعى له بالشفاء يدعى له بالشفاء لأنه أصبح مرض وليس حافية طيب في حالة إنسان يعني أتش وهو في صلاة قد نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لا شغل أنت مشغول بالذكر مشغول بالصلاة اللي يحمد هو الفاضي اللي فارغ يحمد أما أنت الآن فأنت مشغول أنت تحمد الله وتذكره ولهذا ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل يعني هي فيها شغل ومرتب من رب العالمين ولا أتش لأن صبي ها الأتش صبي إذا أتش صبي ماذا تقول له تقول له يرحم شاء الله ولو حتى ما قال الحمد لله لو أنه صغير ما يقول الحمد لله تقول له أنت يرحم شاء الله لك إن كان في مرحلة التدريب فتقول له قل الحمد لله فإذا قال الحمد لله تقول له يرحمك الله ثم تلقن يهدئكم الله يصلح وتتعلم من من هذا هل ممكن إذا أطش الشخص كبير ولم يحمد الله هل ممكننا أن نذكرهم والله إذا هذا الشرط طيب ولكن لا يستحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذشر الحقوق المسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا ما حمد الله لا يستحق التشميل لكن إن كنت تعرف أنه ناسي أو غافل وأحبابت أن تذكره فرب العالمين يقول وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى عندنا التثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخذنا قبل ذلك إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب وورد وورد التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي لافظه فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل الشيطان إذا بعض الناس الآن يدخل لا أنت أكظم أكظم وضع يدك لألا يتسلل منها الشيطان فإن الشيطان يحب التثاؤب يحب التثاؤب بعض الناس الآن يقول إذا تثاؤبت هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لا أقول هو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نستعيذ بالله من التثاؤب لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان هذا يجعل أننا نقول إنه من همزات الشياطين وقل ربي يقول وأقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لكن هل تثاؤب النبي ما تثاؤب هل تعوذ ما سمعنا وكأننا ما سمعنا لا يدل على أنه لم يفعله ما داما عندنا هذه الآية التي تقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وقول صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان فإذا تثاؤب فليرده ما استطاع فإنه إذا قال ها ضحك منه الشيطان طيب يسأل سؤال كم يتذاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم من مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شخص طبيعي هلس نقول الآن التثاؤب من الشيطان فإذن الأنبياء لا يتثاؤبون الأنبياء لا يتثاؤبون لماذا لأن التثاؤب من الشيطان فهمتم فنحن نؤمن بأن الشيطان لا يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتثاؤب ولهذا روى ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال ما تثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم قط هي نعم ما تثاؤب أبدا لماذا لأن التثاؤب من من الشيطان هذا عندنا عن التثاؤب وبهذا يا إخواني نعرف أن عندنا الآن عند الناس الآن عادتان الصياح في العطاس هذه ليست من سمة النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان إذا عطس يحاول أنه يسكر عنفه لألا ينقل العدوى إلى غيره ويحاول أن يخفض صوته والتثاؤب أيضا لا يفتح هما بالكلية بل يغطيه ما استطاع يغطيه ما استطاع فإن الشيطان يدخل عندما يفتح الإنسان سبحان الله شيخ إننا مثلا التثاؤب يعني أو الأوام يرونه يعني إما لأجل يعني شدة الجو أو النوم أو الأتش عندكم الأوام أو الأوام يعني وعندنا الآن بعض القراء الرقاط يقولون أن التثاؤب علامة العين إذا رأيتم شخص يتثاب فإنه مصاب بالعين بس ما لا صح التثاؤب يا إخواني يأتي للإنسان في مجالس الذكر لأن الشيطان دائما يكسل للإنسان فيأتيه بالنعاس ويأتيه بالتثاؤب حتى بعض الآن البنات المؤسوسات ما تستطيع تقرأ في القرآن في الصلاة من شذر التثاؤب ليه لأن الشيطان وراه وراه يريد أنها لا تكون نشيطة ولا تستعد لتدبر القرآن ولهذا فنحن نعرف ما داخل الشيطان وتعرفون في علماء ألفوا كتب لبيان مداقل إبليس تعرفون هذه الكتب لا ها تلبيس إبليس هذا لمن لابن الجوزي تلبيس إبليس يعني كيف يلبس الناس على إبليس على التجار على النساء على الملوك على العلماء على الصغار على كل ناس يأتي لهم بطريقة وابن القيم ألف كتاب آخر في نفس الموضوع اسمه غاثة اللفان من مصائد الشيطان يعني كيف تتخلص وكيف تعرف ها تعرف مداقل الشيطان عندنا الأمر الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه النعاس النعاس هو بدايات النوم وهو في مجالس الذكر من الشيطان وفي الحروب وفي الحروب رحمة رحمة من الله يقول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه حتى بعض الصحابة كان سيفه يسقط من يده من النعاس وهم الآن سيبدأون المعركة ها فهذا من رحمة الله تعالى من رحمة الله تعالى حقيقة عندنا مسألة كبيرة جدا في النعاس وهذه أنا يعني شاونا وياكم الآن أغلب الحوادث السيارات وش تأتي منه من النعاس يسوق الإنسان وهو ينعس ويجلس ما يدغي إلا وقد انقلب أو اصطدم أو أهلك ناس أحيانا هو ما يهلك لكن يهلك ناس يصدم يجي الناس وبعدين الناس بذلك مساكين يهرب من هنا وينجلبون والسبب هو ها ولذلك يا إخواني سياقة السيارة في أوقات النعاس حرام حرام لماذا لأنها تؤدي إلى الموت تؤدي إلى القتل والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلوكة لا تلقوا بأيديكم والله هذا إخواني رأيناه وما في أحد مننا الآن إلا ويعرف شباب أو شبان أو ناس هلكوا بسبب قيادة السيارات في في وقت النعاس يا أخي إذا أتاش النعاس اترك شسقي هذا ورحوا والحمد لله الدنيا طويلة لماذا الآن تقول لابد أصلك وأنت متعب هذا يضرك يا أخي ويضرك ويضر ويضر غيرك ويضر غيرك فلذلك يا أخي أنت الآن إذا يعني علمت هذا فلا تهلك نفسك رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماء فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا يا إخواني والله هذا قتل قتل للنفس وبالنسبة للطلاب الآن بعض الطلاب ليالي الامتحان يقرأ وهو ينعس ويروح للاختبار وهو تعبان مرة فلا استفاد من قراءة وقت النعاس ولا ريح جسمه وعاقله للاختبار يا أخي النبي صلى الله الحكيم العربي يقول المنبت لا ظهر انقطع ولا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لماذا تتعب نفسك حتى تدوخ وتصبح ما عادة تعرف شيء أنت إذا احتجت إلى الراحة أرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لجسمك عليك حق حق يا أخي اهدأ وريح بالك وبكرة إن شاء الله تقوم وأنت نشيط وتقرأ الذي تقرأ وتجاوب أهم شيء صدور الإجابة وأنت نشيط ومترح متعب وتجلس تكتب شيء ليس الجواب ها والسبب أنك لم تتجاوب مع النعاس في نهاية هذه الحلقة استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا وأصلح لنا ذرارينا ونساءنا اللهم أمننا في أبطاننا وأصلح إمتنا وهولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا رحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين